السلام عليكم يا اساطير. اتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم زيادة وسموكر من قناة متسابق للعب. ورجعنا لكم اليوم يا اساطير بمقطع جيد وسطوري. راح نحكي عن اكثر من شغل ان شاء الله عن التحديث القادم لثلاثة فاصلة اربعة. بالاضافة اخوان راح نحكي على المشاكل الموجودة معنا بتحديث ثلاثة فاصلة ثلاثة. وهل ممكن انه احنا نقدر انه نحل مشكلة الناد والجليتش بيصير معنا لما يوقف اللاعب لازم يترسل. وما بتشتغل معك غير الكاميرا تبقى الالت اللي بتلفلك التلاثمئة ستون درجة. ان شاء الله بهذا الفيديو يا حبابي القلب. راح نحكي لكم عن كاميرا تفاصيل ان شاء الله طبعا يا اخوان عشان تكونوا بالصورة. ما هنطول عليكم بالمقدمة. راح نحكي بخصوص الفيديو ان نزلتم من قبل فترة. وهو انه انا راح هعتزل للقناة. هوقف نشر فيديوهات وهيك. طبعا يا اخوان بعد ما انا شفت التعليقات تاعتكم وحماسكم ومحبتكم لالنا كاخوية عن جد يعني انا عن جد والله انه انه انبسطت يعني حكيت عيب انه انا اترككم واترك مساعدتكم بحيث انه اعطيكم شغلات حلوة ان شاء الله وقدم لكم الشغلات الحلوة. فاتمنى يا اخوان انكم ازا ما بتشوفوا القناة تدعمني باللايك الاسطوري. وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اجل الفيديوهات. وان شاء الله يا اخوان راح نحاول انه احنا نصير نشكل في المحتوى تبعنا بشكل كامل متكامل يعني انا راح ننزل شروحات راح ننزل جيم بلاي راح نزل العاب ثانية شروحات لالعاب ثانية. اه بحيث ان احنا كمان نغير شوي بالمحتوى بشكل كامل متكامل. طبعا اخوان اه بحب احكي لها الجماعة اللي بكرهوني طبعا اه او اللي مش متمنين الخير. بحب اقول لكم مستمرين باذن الله رغم انف الفاقدين باذن الله الموجودين. طبعا كل واحد يعرف حاله. طبعا بالاضافة الى المتابعين الاساطير. بحب اشكركم من قل قلبي على دعبكم الشقاق ومحبتكم. كل الشباب اكثر الشباب ببعتولي على الخاص على التليجرام وعلى الديسكورج. لا يسموكر ما بصير انك تترك القناة. انا احنا متابعك. بالاضافة الى التعليقات الحلوة اللي اجتني بطريقة جدا حلوة. فاتمنى يا اخوان انكم عن جد تستمروا بدعمي. مع عليكم ان شاء الله رح نزلكم شغلات حلوة. وان شاء الله ما رح نقصر معكم ومع اي واحد ان شاء الله. فلاتنا اخوان ومساعد بعض بشكل كامل كامل. روانا كثير حكينا تلت دقائق تقريبا عن الموضوع هات. اخر اشي اللي لازم نحكيه يا اخوان بهذا الشغل المعلقة اعتزال الى اليوتيوب. في كثير اناس مفكرين انه انا سويت دراما وانا بسوي دراما عشان مشاهدات وهيك. يا اخي اي مشاهدات يا اخي. يا اخي ان شاء الله يزام عن جد. لا بفكر بهالشغلات واقسم بالله يا اخوان ما عندي هاي نينية وابدا ما افكر هات فيها. والله انو انا احب هذا الاشي. يعني هذا شغفي ومحبتي انو انا اسوي هذا الاشي. لكن في امرات من الوقت يعني الهسان يعني الله يعني ربنا بيغير بالقلوب من يوم ليوم يعني كل يوم بتغير قلبك. فالله يعني اللهم اثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. فالموضوع يعني جدا سهل. فان شاء الله باذن الله مستمرين عبا بالقلب. خلينا نبلش اخوان باول شغلة معنا ان شاء الله وهي اول اشي اخوان اه مشكلة الناد لما تناد بتبينيش مثلا في جيم بيبين معك الخط الناد وعشرين لا. طبعا هاي المشكلة يا اخوان ما بنقدر انو احنا نحلها عشان كونوا معكم صراحين. واتحدى اي واحد لازم يقدر يحلها. ايه طبعا فيه جبرية. ناشت نحكم دون ذكر اسماعة بنزل انو انو تنحل المشكلة وهيك. طبعا هاي المشكلة يا اخوان مشكلة متعلقة بالتحديث واللعبة نفسها. يعني المطورين نفسها لازم يحلوها. مش يعني اشي خارجي يقدر انو يقدر يعدلها. تمام? يعني هاي شغلة من نفسه تبع اللعبة نفسها. ما دخلوا يعني اشياء خارجية مثلا تشيل زر ولا تحط زر ولا تعمل لزر. اللعبة نفسه من التحديث نفسه في هاي المشكلة هاي. فان شاء الله بالتحديث الجاي. حسب ما انا شفت بالبيتة. المفروض انو المشكلة هاي تنحل باذن الله. بالاضافة الى تقلت تبع الخطاف لما انت تضرب مثلا يكون صاحبك او اي واحد اه قدامك مثلا يعمل هذا الخطاف يضرب هيك راح تتقلش وبطل تقدر تتحرك. لازم تعمل لللعبة. يعني بعدين تقدر انك انت ترجع تقدر تتحرك. طبعا هاي برضو المشكلة هاي من جو اللعبة. فاللعبة نفسها مش حالة مش عم تحل هاي المشاكل. المشكلة الاسف يعني دعم جيم لوب كثير ضيفة اخوان يعني ما عم بشتغله صح شكل كامل كامل. طيب اه فكل هاي الشغلات اخوان كل هاتها متعلقة او الشغلتين هدول حتى كان عنها مشكلة الناد والقلتش الموجودة باللعبة. كل هاتها من مشاكل التحديث. ان شاء الله بالتحديث القادم راح تنحل. فما في لها اي حلول خارجي او ايشي خارجي انه لها مستحيل لانه يشغل من المطورين زي ما حكينا. فهاي بالنسبة اخوان لهاي المشاكل اللي كثير اجت نسئلة عليها وخط الناد ومشاكل تبع التوقف اللاعب بشكل كامل المتكامل. نيجي للموضوع التاني وان شاء الله الفيديو القادم راح يكون عن اهم اضافات جوه اللعبة. تمام? فخلينا ندخل على البيتة ونشوف شو التحديثات الجديدة الموجودة معنا باللوبي او الاعدادات الموجودة جوه بشكل كامل متكامل. يا سطير طبعا دخلنا يخوان على نسخة البيتة الموجودة معنا امامكم. طبعا يخوان فيه كثير اضافات موجودة او ضفوها شغلات جدا حلوة الصراحة حبيتها اه من اللوبي طبعا اول ايشي راح نبلش فيه احلى ايشي من الاضافة الجديدة راح تكون ازدخلنا اخوان على المغزون بشكل كامل. اذا رحنا اخوان عندي الشنتة هون زي ما انت شايف راح يكون في عندك هذا الايقوني او الشكل هات. لما تكون هيك لما تكون عليها جوه خط سالب راح تكون الشنتة كاملة مثلا عندك هاي ليفل واحد هاي ليفل اثنين وهاي ليفل ثلاثة. مثلا اذا ضغطت هون انا وشلت هذا الناقص اللي موجود. مثلا انا بدي الشنتة رقم واحد تكون هيك شكلها مثلا. مثلا ليفل اتنين مثلا انا حاب يكون شكلها زي هيك. مثلا ليفل ثلاثة انا حاب يكون شكلها مثلا. اه خلينا نحكي هيك مثلا. شوفوا يا اخوان يعني هلأ صار عندك تقدر انك انت تختار اه اي سكن ازبط معك. يعني او تلبقه صح بشكل كامل تقدر انك انت تختار ليفل ثلاثة وليفل اثنين والشنتة ليفل واحد ولا اخري. هاي من الاضافات الحلوة ان شاء الله رح تكون معنا بتحديث ثلاثة فاصلة اربعة باذن الله. طبعا اخوانا المود عبارة عن قلعة. ان شاء الله رح نحن نورجيكم اياها. قلعة ويكون فيها لوت. يعني قلعة زي حت تكون نفس مكان اه وين ما كان ايام مود الثلج اذا تتذكروا. رح تكون موجودة. ان شاء الله رح نصوركم فيديو كامل عنها. وحيكون في اه ابر ان تخليك تتحول لمستاذب. ابر تخليك تتحول لمستاذب. طبعا في اضافات كثيرة ان شاء الله رح تكون معنا بالتحديث. باذن الله. في ان الشغل الثاني اللي رح تكون جدا اسطورية صراحة وبشوفها من الا الشغلات اللي رح تكون بلعبة بوبجو موبايل بشكل كامل متكامل. واش هي 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 طبعا هذا المود يا اخوان رح يكون زي نظام يعني انت تدخل طبعا نخيارك انك تدخل يا ارنجل يا ميرمار طبعا بدون مود هذا الاشي. يعني رح تيدخل معك يعني التسعة وتسعين لاعب مثلا. ولا خمسين لاعب ولا مش عارف كلياتهم العائبة. ويكون طبعا طبعا عنده طبقة طبعا التصنيف رح يكون يكون لازم تكون تاج على غلب عشان تقدر انك تدخل هاد. طبعا هاي بس بتقدر تدخل فيها لسكواد كامل. حيث انك انت تقدر تدخل طبعا في لها نظام ازا بتشوفوا از دخلنا هون. صار عندنا هاي الخيار لانه هون. عندنا هون التصنيف العادي. وعندنا هاي الخاصة بالله. لسه بش مبينة تبعت صار في انه عملات تقدر تاخدها مش عارف لايش بالضبط شو بتوديك. لسه بش مبين اشي زي ما انت شايفين. في شغلات تستردهم عم طريقة هاي العملة. اه الشغل اللي بعدها وهي التصنيف تبع المود طبعا تصنيف زي ما انت شايف از دخلنا هون على التصنيفات. في عندك هون تصنيفات جديدة. طبعا بيقولوا انه فيه جديد وفوق الكونكر جديد. ما بعرف لسه الاشي هذا يعني مش زابط. زي ما تشايفين في عندك هون خبسمية نقطة. لما تصير سوبريم. طبعا كل شي له جوائس طبعا زي ما انت شايف. يعني اشي مرتب الاشي الصار رح يصير. طبعا رح يعطوك هذا الهاشتاغ كمان مع اسمك ينزل. طبعا كمان مع الهاشتاغ هاد. طبعا في عندنا هذا زي الكونكر بيكون مثك. طبعا هذا الهاشتاغ. زي ما انت شايفين. شوفوا ما حلا يا اخوان. زي حالي شوي شوفوا. زي ما انت شايفين هذا هو الاشتاغ. بعطوكم هاي بشكل موقع بشكل كامل. وهي الدخولية لما انت تدخل على الاغلب. لما تدخل مع اصحابك او اي ما حدا من التيم. رح تدخل بالدخولية هاي. يعني اشي جبارة الصراحة. اشي اسطوري. طبعا فيه كمان شوب زي ما قلت لكم. رجع شوب هاد. وكمان في عنا الشوب هاد الجديد مش هارف. اه فيه الشغلات هاي كلياتها. ممكن نضيفه. ممكن نعدله عليه. شكل كامل متكامل. طبعا اه هاي الشغلات الاساسية باش عارفة زنسيت اشي. بس في اشي جديد. قد ندخل هون على اللوبي هون شوف في اشي جديد. اه في اشي تغيير هون صاير. ما فيه اي تغيير صاير هون. اه هاي بالنسبة اخوان للشغلات الاساسية الموجودة بره معنا. زي ما تشايفين المود رح يكون جبار. جدا حلو. طبعا اه اخلصنا من نصرات. اخلصنا من الرجل الالي. اجانا هلأ المستاذب. المستاذب المعلم لما يلحقك يعني لازم تهرب. لان دمجه كثير عالي. اه هاي كان الفيديو اخوان لليوم. اتمنى اخوان انكم تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان نوصلكم رجل الفيديوهات وان شاء الله الفيديو القادم رح ينزله. باذن الله رح يكون عن تحديث او جميع اضافات تحديث ثلاثة فاصل اربعة بطريقة جدا اسطورية رح تعجبك. ونشوفكم ان شاء الله خير. كان معكم اخوكم زيادة والسموكر من القناة متسابق للعاب. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.